اكتر حل ومطلوب شهر رمضان المبارك هو الاطائف عمنا بطريقة جديدة وصفة ناشحة وطيبة كتير وكمان في وصفة تانية بتختلف شوية المآدير عملتها قبل بسنة هتحلي لكم الرابط فوق على الشاشة او بصندوق الوصف اذا بتحبوا تشوفوها كمان حتات هون ملعتين سكر ملعة صغيرة خميرة ممسوحة نس كباية حليب ملعة خل وملعة باكم باودر كل المآدير هتكون موجودة اسفل كمان الفيديو بصندوق الوصف حتات كباية تان ونص او كباية تان واربع من الماي كباية تان ونص طحين ونص كباية من السميد الفرخة او السميد الناعم نخلطهم بالخلاط الكوكتيل او بهذا الخلاط اذا عندكم ايه ونخلطهم كتير منيحة شوي شوي وبصير عنا العجينة جاهزها قطيع ربع ساعة بس وقبل ما بلش اشتغل فيها تضيف علي ربع ملعة زميرة من البيكاربوناتو السوديون ودغري نبليش نصف فيها حتى نشتغل فيها بمئلة يحامية والنار تكون خفيفة او متوسطة بس لازم تكون المقلية حامية بنبلش نحط الاطائف بس لما تخلص عنا الفؤاعات اللي بتطلع فوق ويصير عنا القفا هيك احمر او بنة ذهبة وبتصير عنا جاهزة بتاخد كل حبة دقيقتان ثلاثة وبتخلص اهم الشي لما تتخمر العجينة ما تكترو عليها بالتخمير مشان ما تعطينا فتحات كبيرة شوفوا ما احليها كتير مشاهية وناشحة هاي دي الطريقة جربوها اكيد هتعتمدوها متل ما قلتلكون الوصف التاني موجود تحت بصندوق الوصف كمان ناشحة وطيبة كتير اهم الشي لما بدنا نساوي الاطائف ونخلص منحطهم على فوطة نظيفة ومنغطيون حتى يضلوا صخنين او او ونحن عم منحطوا ما نحطهم فوق بعض حتى ما يلزقوا اه فوق بعض اه وضلوا محافظين على شكلون اه الحلو والمرتب شوفوا كيف بتسكر معنا العجينة بكل سهولة واكيد الحشوات اختيار لالكن ممكن نحشيها جبنة او ممكن نحشيها اه بالمكسرات او حتى بالاشطاء واكيد فيكن تتحكموا انتو بالحجم اللي بدكن يا ممكن نعملها ازهر من هيك او نعملها اكبر من هيك ازا حابين تقلوها اه ففيكن تتحكموا بالشكل بالحشوي وبالحجم اه حشيتها بالاشطاء ازا بتحبوا وصفة الاشطاء نزلتها قبل هيدا الفيديو روحوشوفوها كمان هاتركوا لكم اه الرابط تحت بصندوق الوصف او باعلى الشاشة فوق بالفيديو اما بالنسبة للقطر فكل كباية سكر هندفلها نسك باية ماء وبس لما يبلش ايغلي هادفلها ملعة من عصير الحامود وبنتركها على النار خفيفة واخر شي من دفلها ملعة مزهر وكمان وصفة بديل زهر الليمون هينزل بفيديو كمان شوفو وصحتين والف وعافيح